أهلاً وسهلاً بك عزيز الطالب، نلتقي الآن مع مستويات المجال الوجداني. ما المستويات الأساسية في المجال الوجداني؟ يشمل المجال الوجداني أولاً مستوى التقبل، ثانياً مستوى الاستجابة، ثالثاً مستوى التقييم، رابعاً مستوى التنظيم، خامساً مستوى التخصص، ما المقصود بكل مستوى من هذه المستويات؟ دعونا نبدأ أولاً مع مستوى التقبل، ما تعريف مستوى التقبل وإلى ما يشير؟ هذا المستوى يشير إلى أن المتعلم بدأ يعطي اهتماماً لمثير معين، وتولدت في نفسه الرغبة في أن يتلقى معلومات ومعارف جديدة تخص هذا المثير، ولذلك فإن المعلم يستخدم في صياغة الأهداف في هذا المستوى أفعالاً مثل ومن أمثلة الأفعال أن يتقبل الطالب آراء زملائه المخالفة لرأيه، أن يصغي الطالب جيداً عند سماع القرآن الكريم، أن ينتبه الطالب لشرح المعلم للنص، أما المستوى الثاني في المجال الوجداني فهو مستوى الاستجابة، ما المقصود بهذا المستوى؟ مستوى الاستجابة يعني أن المتعلم أو الطالب بدأ في المشاركة الإيجابية في موضوع التعلم، وبدأ يظهر قدراً من التفاعل والرغبة الحقيقية والانخراط في عملية تعلم هذا المثير، إذن هذا المستوى يشير إلى المشاركة الحية من جانب المتعلم، ولا بد أن نشير إلى أن هذه المشاركة ليست مفروضة على التلميذ، وليست مطلوبة من التلميذ، وإنما هي مشاركة واستجابة تلقائية تطوعية حرة من جانب التلميذ، لذلك يستخدم المعلم فيه أفعال مثل يناقش، يتابع، يروي، يسهم، يعاون، يعرض، يقرأ، يجيب، ومن أمثلة الأهداف في هذا المستوى، أن يسهم الطالب في الحوار مع زملائه عن حقوق الجار، أن يحكي الطالب تجاربه الخاصة حول استخدام اللغة العربية الفصحى في حياته، أما المستوى الثالث في المجال الوجداني فهو مستوى التقييم، ما المقصود بمستوى التقييم؟ هذا المستوى يعني أن المتعلم بدأ يعطي قيمة لشيء معين، بدأ ينظر إلى شيء معين من الأشياء التي يتعلمها على أن هذا الشيء له قيمة كبرى، له قيمة عظيمة، ولذلك فإن الأفعال السلوكية في هذا المستوى تشمل، يساهم، يقترح، يؤمن، يبادر، يدعم، يجادل، ينضم إلى، يدعو، هذا المستوى يكشف عن تقدير المتعلم الشديد للموضوع أو الظاهرة، وهو تقدير ذاتي، هذا المستوى ينعكس بوضوح في سلوك المتعلم وفي تصرفاته، ولذلك من الأهداف في هذا المستوى أن يقدر الطالب دور العلم في حياتنا، أن يساهم الطالب في الكتابات العلمية لمجلة الحائط، أما المستوى الرابع في المجال الوجداني فهو مستوى التنظيم، ما المقصود بمستوى التنظيم؟ يمكن تعريف هذا المستوى بأن المتعلم فيه يبدأ في الاهتمام ببناء نظام من القيم، يبني لنفسه نظاما قيميا هذا النظام يتسم بالثبات والاتساق الداخلي، يبدأ المتعلم في استبعاد القيم السلبية، ويبدأ في إحلال قيم إيجابية محلها، هذا المستوى يصل فيه المتعلم إلى حد الإيمان والاعتقاد، والسلوك الدائم إزاء موضوع معين، ولذلك يرتبط لانفعال فيه بتكوين القيم، من أمثلة الأفعال المستخدمة في هذا المستوى أن يدعم، يعدل، يؤثر، يوازن، يدرك أهمية، ينظم، من الأهداف على هذا المستوى أن يتمسك الطالب بالمحافظة على حقوق الآخرين، المستوى الأخير في المجال الوجداني هو مستوى التخصيص، هذا المستوى يشير إلى تكوين قيم منظمة تسيطر على سلوك الطالب فترة من الزمن، وخاصة بنظام حياته، هذا المستوى هو أعلى مستويات المجال الوجداني، في هذا المستوى تتكامل الأفكار والاتجاهات والمعتقدات والقيم، ويثبت النظام القيمي، ويسلك الطالب في كل المواقف سلوكا ثابتا لا يتغير أيا كانت المؤثرات، في هذا المستوى يكتسب الطالب طبيعة الشخصية الثابتة، ويكون فلسفة خاصة في الحياة، ولذلك الطالب الذي يصل إلى مستوى التخصيص، يمكن لنا أن نتنبأ بسلوكه في مواقف مختلفة، لماذا؟ لأنه يمتلك نظاما قيميا ثابتا، هذا النظام القيمي هو الذي ينتج لنا السلوكيات مع اختلاف المثيرات، ولذلك مستوى التخصيص هو حصاد المؤثرات التربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية في المدرسة وخارج المدرسة، ولعل هذا يبين لنا أهمية التكامل بين النظام التعليمي والمجتمع، من أمثلة الأفعال في هذا المستوى، يتحقق من، يقترح، يؤثر، يتبنى، يثابر، يخدم، يظهر، ومن الأمثلة على الأهداف السلوكية في مستوى التخصيص أن يظهر الطالب وعيا في المحافظة على اللغة العربية الفصحى، ترجمة نانسي قنقر